اشتركوا في القناة من خلال جهود وعمل شخصين كانت النتيجة التي تم الحصول عليها من اقترانهما في 1975 تقريبا جيبوس الإسبانية كما هو اليوم عرض في المسابقات ولكن قل ما كانت تحصل على درجات لأنه كانت تتم محاكمته وفقا لمعيار الجيبر الإيطالي إذ كان الصنف الوحيد الذي به شبه منه ووجد القضاة من الصعب تقييمه نظرا للاختلافات بين العرقين في عام 1979 قرر بدء العمل ليعترف بهذا الكنار كسلالة جديدة أول شيء يجب القيام به هو صياغة ورقة عمل بين الهوات من تينيريف وإشبيليا في وقت لاحق كان الخلاف على مسألة الإسم فأطلق هوات إشبيليا عليه جيبوس الإشبيلي لكن هوات تينيريف لم يوافقوا فاقترح جيبوس الإسبانية وهو الإسم الذي تم قبوله في نهاية المطاف في نوفمبر تشرين الثاني 1980 في ثمانية ديسمبر يتم الاعتراف بهذه العينات على أنها تنتمي إلى سلالة جديدة تحت اسم جيبوس الإسبانية ثم بدأت الخطوات للاعتراف على الصعيد العالمي تم عرض الكنار لبطولات العالم التالية بطولة روسيلار بلجيكا 1982 بيتشينزا إيطاليا 1983 في بيرماسونس ألمانيا 1984 منذ الاعتراف الرسمي للسلالة انتشرت في جميع أنحاء إسبانيا والعديد من الدول الأجنبية والأوروبية والأمريكية على حد سواء في البطولات العالمية يمثل بشكل جيد أو على نطاق واسع مع الكنار عالية نوعية صفاته في الوقفة وضع الرأس والعنق ينبغي أن تكون في زاوية من 45 درجة إلى 60 درجة مع الجسم بوضوح على الشكل رقم واحد الذيل تجاه المجثم الرقبة عنق طويلة جداً 5 إلى 6 سنطيم منحنية للأسفل ساقيه ممتدة طويلة جداً وبشكل كامل الفخذين جزئياً على الأقل مغطاة بزغاب من الريش أجنحة طويلة بالتساوي ملتصقة ومضمومة بشكل صحيح على الجسم حجم الطير لا يقل عن 17 سنتيمتر رأس صغير ضيق بيضاوي الشكل الريش على نحو سلس طويل إلى حد ما وجميع الألوان مسموح بها التغريد صوت عال جداً مع بعض النغمات المتميزة يفتح جناحيه عادة عند التصفير حتى يحافظ على اتزانه لكي لا يقع بأرض القفص التزاوج أو طريقة إنتاج الجيبوسو الإناث ضعيفة جداً في إنتاج البيض لعدد ثلاث بطون على الأكثر ويقوم دائماً مربي هذا النوع بتبديل بيضهم تحت إناث من طيور أخرى وذلك لضعف هذا النوع في الإطعام وحضن البيض ملاحظة بعض المربين استطاعوا إنتاج أربعة إلى ستة بيضات في بطن واحد وإنتاج خمسة بطون في موسم واحد وهذا لتوسع خبرتهم في هذا النوع من الكناري إليكم بعض الحقائق من تجارب المربين الطائر يمثل تحدياً للمربي لصعوبة تربيته يجب تنظيفه وتنظيف ريش الذيل بالأحرى دائماً بسبب وقفته الغير طبيعية حساس جداً للبشر ويخاف من أي حركة مفاجئة كثيراً ما يقع بأرض القفص بسبب درجة ميلانه واهتزازه حساس للأمراض وخاصة الجلدية منها يأتي بالألوان المعروفة أصفر، زيتي، جزري، أبيض، خليط أو ما يسمى باللون الحبشي لا يعطله الكلورفين أو الأكل الخاص للتلوين لأنه سيكون مضحكاً جداً والآن نأتي لملاحظة الشخصية عن هذا الطائر إن اشتريت فاشتري من مرب ثقاء وشاهد الحجل الموجود في رجل الطائر لتعرف أنه أصلي ولم يتم اللعب بنسله بتزويجه إلى طيور أخرى مثل الإيراني وغيره لا تشتري الطائر إذا لم تكن مربي محترف وسبق لك الإنتاج من أنواع أخرى اشتري زوجين على الأقل في البداية بحيث أنه إذا لم ينتج معك زوج استطعت الإنتاج من الثاني اشتري الأزواج البلدية لتضاع البيض تحتهم لأن إناث الجيبوس ضعيفة جداً في الإطعام والعناية بالصغار حاول توفير الهدوء والابتعاد عن الزوج بأكبر قدر ممكن لأنها طيور حساسة جداً جداً للمربي وقد تموت من حركة خاطئة منك تحتاج الإناث خاصة لفترة طويلة حتى تجهز فلا تستعجل عليها لا تأخذ من الزوج أكثر من أربعة إلى خمسة بطون بيض حتى لا تضيعه ويستطيع أن ينتج لك الموسم القادم ضع طيور الجيبوس لوحدها بمطير عند القلش ولا تضعها بقفص مع أنواع أخرى لأنها حساسة عموماً وفي النهاية فالإنتاج من هذه الطيور ليس بالصعوبة الكبيرة إذا اهتممنا بموضوع التغذية الجيدة والإضاءة المنتظمة والأزواج البديلة وأخذنا النقاط التي وضعتها في الأعلى عين الاعتبار أخبرون في التعليقات عن تجاربكم مع الجيبوسو دومتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة